موسيقى تواصل قوات نظام الأسد عملياتها العسكرية على الأحياء السكنية والمنشآت الصحية في مدينة دومة ومدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا وسط مخاوف من مجاعة حتمية تهدد المدنيين بسبب عرقلة النظام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة الهجمات العنيفة والقصف المستمر على الخدمات الصحية من قبل نظام الأسد في سوريا بلغت خلال أول شهرين من العام الجاري نصف ما تعرضت له المنشآت الصحية في هذا البلد طوال العام الماضي وذلك بحسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية وقال المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه تم التأكد من 67 هجمة على المرافق الصحية والعملين بها خلال الشهرين الأوليين من هذا العام في حين كان إجمالي الهجمات المسجلة طيلة العام الماضي 112 هجوما لافتا إلى أن هذه الهجمات قد عطلت قرابة 15 ألف استشارة طبية لأشخاص في حاجة ماسة للرعاية وعرقلت إجراء 1500 عملية جراحية كان من الممكن أن يكون العديد منها إنقاذا للحياة ووسط مخاوف من مجاعة حتمية تهدد المدنيين بسبب رفض النظام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة أعلنت اللجنة الدولية لصليب الأحمر أنها تمكنت من إيصال مساعدات مطلوبة بشدة إلى الغوطة الشرقية رغم وقوع غتال على مقربة شديدة وذلك بعد إرجاء قافلة المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تدخل الخميس إلى الغوطة الشرقية بسبب تعرضها لقصف عنيف وقال الصليب الأحمر أنه الأمم المتحدة تمكنوا من إيصال 2400 طرد غذائيا تكفي لإطعام 12 ألف شخصا على مدار الشهر فضلا عن 3248 عبوة من دقيق القمح وفي السياق أعلن جيش الإسلام أكبر فصائل المعارضة السورية في غوطة الدمشق الشرقية أنه اتفق مع وفد من الأمم المتحدة على إخراج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية باتجاه محافظة إدلب شمال سوريا وقال جيش الإسلام في بيان أن هذه الخطوة تم اتخاذها بناء على المشاورات التي جرت مع الأمم المتحدة وعدد من الأطراف الدولية الفاعلة وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني في الغوطة الشرقية